ستظل هذه الألواح بصمغها وصلصالها شاهدة على أبشع الجرائم التي ترتكب في فضاء لتعليم القرآن وحفظه إنه كتاب قرآني بإحدى مداشر جماعة ملوس ضواح طنجة في هذا المكان ظل فقيه القرية يتنوب على اغتصاب فتياتها الصغيرات المتعلمات لمدة تناهز ثمان سنوات قبل أن تنفجر القضية باعتراف جماعي تلقائي للضحايا عرفنا الحقيقة الفضل لبنت جيرا دينا بعد ذلك البنت بقى تكديهم جيبهم في الهادرة بقوا يعودوا للحقيقة يعودوا للكشيك اللي يمارس عليهم الفقه في المسجد بفجأة الحقيقة حالي عنا الجانزة في الضريا هذا شيء ما تقبلناه شيء تعدنا على البنت خبطناها نطبيبية عملنا على الشهادة لقنا أنه تعدى عليها الله معظم وكر بغينا الحق دينا والحق دينا البنت دينا والحق دينات كان المشغل هي ضحية يعني بزاف بزاف دينات يعني هو أصلا عطارف عطارف بلي أنا أتعدى عليها ثمانية ديناتات الأولادين كنا نجيبوهم يقرأوا شيء يقرأوا القرآن وكان اللي يتكرفس عليهم نحن يا مع الأسف أولادنا ما قالوا نحتاجي حاجة حيث كانوا لي خافوا منه كلا يهددهم ما كانوا يقولون نحتاجي حاجة اعترف الفقه المشتبه به بجرائم الاقتصاب في حق فتيات الكتاب وهو إمام مسجد القرية 43 سنة قدم إليها عام 2008 وتزوج إحدى بناتها وكسب احتراما ووقارا لكنه استغل ثقة الساكن وبراءة الأطفال لينفذ جرائمه المتكررة ولسنوات وشاء القضر أن تنفجر القضية قبل ثلاثة أيام بعد بوح الضحايا اللواتي حملن في صدورهن جرحا غائرا لسنوات كثرة هذه الجرائم مرضها أولا أنها بعد الإفراج وبعد الخروج من الحجر خرجت كل هذه الأمراض البشرية وظهرت للوجود وطفحت على السطح نتمنى أن لا تظهر أخرى لأن ما يظهر الآن هو الجزء الظاهر من جبل تلج وما خفية كان أعظم والأعظم والأدهى أن تتكرر حالات الاقتصاب في مثل هذه الفضاءات التي يفترض أن تكون مشتلا لاستنبات قيم التعفف ونقاوة الأخلاق فغير بعيد عن هذه القرية وبمنطقة الزينات كانت تفجرت قضية مماثلة لإمام مسجد القرية تورط في قضايا اقتصاب أطفال الكتاب القرآنية الشيء الذي دفع منظمة مدقش ولدي إلى المطالبة بإعادة النظر في تدبير فضاءات الكتاتيب القرآنية من أجل حماية مرتاديها من الأطفال من جرائم الاغتصاب ترجمة نانسي قنقر